احنا اتفقنا ان السعادة دي حقيقة وان مهما حصل في البيوت ومهما حصل ما بين شركاء الحياة هم قادرين يوصلوا الى التوافق بس ده لازم يكون بإرادة الاتنين لما بيجوا لي في الإرشاد الزواجي بقولهم ما فيش مشكلة ملعاش حل لو انتوا عايزين تحلوها اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة ده لما بنيجي نتكلم عن التوافق الى السعادة وبنتكلم عن مشاكل البيوت وازاي نقدر نحاول بقدر الإمكان ان احنا نقول للناس ان مشكلات البيوت ربنا خلقها عشان تتحلب اكتر من طريقة زي كده ما انزل الله داءا زي ما حدث النبي علمنا ما انزل الله داءا الا وانزل له دواء يبقى احنا لازم نفهم كده اي مشكلة في البيت ممكن ليا حال المشكلة اللي احنا نتكلم عليها النهاردة دي واللي بتوجه عن ناس كتيرة في البيوت كتير من الناس بيعتبروها ملاقاش حال وهي في الحقيقة ليها حال وحلول كتيرة ايه هي المشكلة اللي احنا نتكلم عنها النهاردة الجفوة اللي ما بين الزوجين الجفوة دي بيكون لها اسباب كتيرة بس الجفوة دي هي اللي بتخليه الزوجين كل واحد فيهم حاسس ان قلبه وكأنه فيه حتة فضية جواه حاسس ان فيه جوفه مش مليان حاسس ان هو بردان في البيت حاسس ان شريك حياته مش دفقه مش موجود حاسس ان هو فاقد دفق البيت حاسس ان هو موجوع وكأنه بينزف حاسس كمان ان هو صوته بيرن في البيت وكأنه عايش لوحده في بيت مفوش لا اساس ولا فيه ناس هي ده هي ده الجفوة حاسس ان محدش بياخد بحسه محدش بيسمعه الاحساس ده تحساس الجفوة دي اللي بتحصل ما بين الناس في البيت انا اعرف ناس ابتدوا في الجفوة وعاشوا فيها عشرين سنة عشرين سنة في الجفوة دي الجفوة دي تفضل توسع 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 لغاية ما الناس يبعدوا عن بعض ويحسوا بان هما في جزء منفصل عن بعض طب ايه اللي بيخلي الناس تقع في الجفوة دي ايه اللي بيخليهم جفوة انت عارف ايه قالوا البعد جفة اختلاف الانماط في بعض الاحيين وعدم معالجة اختناف الانماط ده بالحوار بيعمل جفوة الجفوة كمان بتحصل من التراكمات يبقى الجفوة الاول خالص بتحصل من ايه انه يبقى فيه اختلاف في انماط الشخصيات والناس ما بتتكلمش فبينبقى اربوش من بعض فتحصل جفوة كل واحد فيهم يحس انه التاني مش فهمه ومش ممكن يوصل اليه فتحصل فجوة فتحصل جفوة يحصل بعض والبعد يجيب جفة الجفة يعمل ايه الجفة يعمل خشونة في التعام السبب التاني انه ممكن تلاقيه وتلاحظه بدقة جدا 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 ومسبب الجفوة من بين الزوجين التراكمات يحصل تراكمات وما يحصل لاش اي معالجة وحد يزعل فيسيب ويزعل ياخد على خطره وماله هيروق لوحده فتحصل الجفوة كمان فيه احتياجات كتيرة غير ملباه فبتعمل ايه فبتحفر عيه عندها احتياج ان حد يطبطب عليها بعد ما والدها انتقل او ان هي ملعاش اصحاب فعايز زوجها يبقى صاحبها او هو عايز حد يطبطب عليه بسبب اعباء الشغل عنده احتياج غير ملبة وهي عندها احتياج غير ملبة فايه اللي يحصل فالاحتياجات دي تحفر لغاية ما تحفر خندق يكون بينهم اما الاثنين ما يقدروش يعبروا البعض كمان من الاسباب التي بتعمل جفوة في البيوت طول انتظار شريك حياته ان شريك حياته يعبر اليه هما بينهم بعض فكل واحد منتظر التاني ان هو يعبر اليه فتمر الساعة والساعتين واليوم والشهر والسنة وما حدش عدة للتاني فتحصل جفوة فيه اللي يحصل فيحصل بعد الجفوة يحس ان فيها حاجات فيهم دبلت وحاجات فيهم وكأنها ما بقاش فيها حياة لان الانتظار بيعمل جفوة وعشان كده الجفوة لازم نعرف ان الجفوة دي اللي جهه بطول الزمن واللي جهه بالتجاهل مش نهاية العالم اللي جيب التجاهل يروح بالاهتمام واللي تراكم بمضي الزمن ناخده واحدة واحدة فالجفوة مش نهاية العالم على فكرة الجفوة مش نهاية العلاقة الزوجية فيه ناس بيعتبروا ان الجفوة نهاية العلاقة الزوجية لان هما مبتدين احنا نتجوز نبقى زي بعض بالزبط ما فيش اي فرق بيننا ما فيش اي خلاف ازاي؟ لحضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيختلفوا والسيد عائشة لدرجة يقول حضرت النبي اني لا اعرف متى تكوني عني راضية ومتى تكوني عني صاخطة هما يختلفوا لغاية ما يجيبوا سيدنا اقو بكر يحكم بينهم فالخلاف ما بين البشر ما بين كل الناس موجود فهو مش نهاية العالم يعني فإن اللي حاصل فالجفوة الزوجية مش نهاية العالم دي حالة ممكن تؤدي صحيح الحالة دي صحيح الناس بتخاف من الجفوة الزوجية ليه لان ساعات بتأدي الى الملل بين الزوجين وممكن تؤدي كمان الى وهم الكراهية ده بيكرهني دي بتكرهني هو لو ما كانش بيكرهني ليه بعد عني كده هو بعد عنك لان هو في الحقيقة مش حاسس ان انت عايزة تعيش معاه حبيب وحبيبة انت مش عايزة تعيش معاه على انك صدقته هو كمان هي بعيدة عنك لان هي حاسة ان انت طول الوقت بتبعد عن اهتماماتك وعن حياتك فبعدت وحصلت الجفوة دي وكل واحد فيكم بيقول عن التاني انه وكأنه ما يعرفوش وعشان كده من اهم علامات الجفوة دي حاجة انا بسميها البرودة المنزلية كل حاجة تبقى في البيت بردة او بيتة ما فيهاش اي احساس ما فيهاش اي دفن او ان يبقى فيه ظاهرة تانية او فيه علامة تانية بتدل على الجفوة ما بين الزوجين يبقى بيتين في بيت يعني ايه بيتين في بيت بيت وكأنها هي عايشة في بيت ليه نظامه وليه ترتيبه وليه احتياجاته وليه الطريقة اللي بيعيش به وحال فكرة وليه اللي ستايل لايف يعني ليه طريقة العيشة بتاعته وهو ليه كمان بيت تاني انا لما باجي اتأمل هذه الظاهرة بشوف حضرة النبي ازاي قدم لنا علاك وازاي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بهاديو المبارك واحنا دايما لما بنقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقرأه بسعه شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما تصفوا زوجاته انه كان في مهنة اهله يعني ايه كان في مهنة أهله انه كان مندمج في الأسرة فاحنا في أسرة واحدة مندمجين في أسرة واحدة مندمجين في كان واحد ده احنا كمان ممكن نقول مندمجين في جسد واحد فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهله عشان يبقى نفس الاهتمامات واحدة واحنا في نفس المشاركين لبعض في الأعمال كلها فما تبقاش في جفوة يبقى الجفوة ممكن تحصل بسبب ان الناس علامة الجفوة الأولانية برودة المنزلية العلامة التانية بيتين في بيت التالتة العلامة التالتة هو الاستغناء الاستغناء الذاتي يعني كل واحد يستغني كل واحد من الشركاء الحياة يستغني بنفسه عن الطرف الآخر ايه اللي حاصل؟ حد حاسسناه على فكرة ولازم نكون نتكلم بصراحة إذا كنا عايزين نحل لما بيسألوني من أكتر الناس اللي بتعرضوا للجفوة الزوجية المستقلين الزوجة المستقلة اللي ساعات كتيرة ما بتقدرش تدير استقلالها ده واستقلالها كتير من الأحيين ما بيبقاش في مصلحة حياتها الزوجية لأن الاستقلال ده ليه محسن كتيرة بس كمان لازم نعرف ان الاستقلال ده ليه إدارة زي أي صفة عند الإنسان لازم يديرها عشان يحقق أعلى عائد كمازجال كذلك الزوج المستقل واحد طول عمره بيخدم نفسه وبيعيش مع نفسه ففي أوقات كتير استقلاله ده يعمل جفوة ما بينه وبين زوجته وعشان كده الاستغناء استغناء طرف عن الطرف ده علامة من علامات الجفوة الزوجية وبتبقى الجفوة دي مبرر في كتير من الحياة أنا آسف أنا أقول لي خلاني صحيح أتكلم عن الجفوة ما ناس عايشين في الجفوة دي تبقى لها عشرين سنة عارفين ليه؟ لأن من أعلى الأسباب في ترتيب أسباب الخيانة الجفوة الزوجية ما تستعجلوش تسمعوني لقاوه الجفوة دي من أهم منبررات الخيانة عند الطرفين عند شريك الحياة فلما حد يلومه يلوم حد يقوله أنت خلت ليه؟ يقوله إيه؟ يقوله ببساطة جدا أنا خلت لأن في الحقيقة لأن زوجتي بعيدة عني لأن زوجتي بعيدة عني فبيقى مبرر الخيانة إيه؟ مبرر الخيانة البعد الجفوة وعشان كده الكلام عن الجفوة كلام مش كلام سانوي ده كلام في صلب المشاكل الزوجة أحيانا بتقول إحنا لو تكلمنا الكلام ما بيستمرش الكلام بيبقى على قد الأد حتى لو مدحني بيبقى مدح بارد مدح بسميه مدح التملق مجمرة باردة ولا ليه أي سبب وكل ما تكلم معاه تعتبرني بعمل إيه؟ بانتقده ومش قادرة تفهمني الزوج بيقول أنت مع أهلك زي السامنة على العصر ومع ناسك على أفضل ما يكون أما معينا فلا وهو نفس الكلام بيقول كده ده بقى مستوى تاني من الجفوة إن الجفوة أدت إلى إن الواحد يدور له على ناس تانية يستغني بيها عن يملى الدفء اللي هو افتقده فبيكون أعلن إن الجفوة وصلت إلى مداها فإيه اللي يحصل فيعيش مع الطرف التاني وشريك الحياة يحس كده بقى يحس إنه بقى له حد تاني بيتدفى بيه حد تاني عايش معاه وتركه وعشان كده في أوقات كتيرة الزوج يقول أنا مش حاسس إن أنت زوجتي كل ما أكلمك كلمة تفهميها غلط لدرجة إنه مش عارف أتكلم معاكي وبخاف أتكلم معاكي فنلاحظ إنه في مجمل كلامهم إن كل واحد لما بيكون لواحده بيكون مرتاح أكتر من لما يكون مع شريك حياته فإحنا بنحترم بعض بس مش عارفين نعيش جوه بعض أو مش عارفين نعيش مع بعض النظر للطرف الآخر باستعلاق كمان بيكون أحد الأسباب لهذه الجافة حتى لو كان النظر بالاستعلاق ده ركزوا معايا شوية لأن الكلام أنا بكلملكم من الكلام اللي بيتقال كتير في جلسات الإرشاد الزواجي كتير الأزواج يقولوا إيه يكون الاستعلاق ده مش لازم الاستعلاق يقولها أنت بنت مين لكن ممكن يبقى فيه استعلاق زوجي يعني استعلاق من الزوج بأنه يقول عليها طيبة أو سازجة سازجة يعني إيه طيبة أو سازجة ومعندهاش فكرة يعني هو بيقول إيه أنا من حقه فيه جفوة فيه إيه فيه بعد ثقافي ومعرفي وحياتي بيني وبينها وحلى فكرة مش لازم يقول كده باللسانه ممكن يكون بيقول كده جواه فتحصل الجفوة دي لكن شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في علياء 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 البشرية والإنسانية فيقول للسيدة عائشة إيه إني لا أعلم متى تكون عني راضية ومتى تكون عني سقط ما بيتنكلهاش فرصة أن هي يبقى فيه جفوة بينهم لحسن تحس أن إيه عشان حضرة النبي حضرة النبي بجماله وكماله ونوره وبهاءه هيبقى فيه جفوة بينهم لا حضرة النبي يقول لها كده ويقول هو اللي يعني هو اللي يقول أن هو اللي بيحبها وحضرة النبي كمان السيدة عائشة تسأله وبعد ما قالها أن حبك في قلبي مثل العقدة فكل شوالي تسأله السيدة عائشة شوف شوف كمان السيدة عائشة منتبهة تقولوا ما حالوا العقدة يا رسول الله فيها يقول لها كما هي ما فيش جفوة عشان كده لازم نعرف أن احنا بنشوف الطرف الآخر بأي عين لأن هيبقى فيه فرق كبير حسب العين اللي أنا بشوف فيها شرك حياتي هشوفه بعين الرضا ولا هشوفه بعين السخط فعين الرضا عن كل عيب كليلة وعين السخط تبدي لك المساوية وساعتها لما بتكون في جفوة الحساسية بتزيد والجفوة كمان بتزيد فيه انفعلات كتيرة بتحسن من الزوجة على فكرة بيكونش بيقصدها حتى الجفوة بتكون حتى في الانفعلات طبعا بيكون محل أكتر حد بيحس بالجفوة دي الأولاد هي تتعصب على الأولاد وهو يتعصب على الأولاد عشان بينهم جفوة وأنا دايما بقول للأزواج لما تلاقي زوجتك بتنفعل هي بتنادي عليك عشان هي حاسة أن انت في مكان بعيد فلما بتنفعل هي بتنادي عليك مش عايزة تزود الجفوة اللي بينك وبينها وعشان كده ده ويبدو الندوة اللي فيه محاضرة النبي لما السيدة عائشة كسرت الصفحة بتاعت السيدة حفصة فرسول الله سلم تبسم وعرف أن هي حاسة أن هي في حد بينتهي خصوصيتها فهي عايزة تحفص على خصوصيتها أنت معايا يا رسول الله محدش تشاركني فيك دلوقتي فحضرت النبي عليه غارت أمكم عشان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان عايزة يحاسس السيدة عائشة أنه أفهمها وأنه مفيش جفوة وأن هذا التصرف وأن كان التصرف مش مناسب لكن هو مش هيعمل جفوة هي بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فهمها أن هي حبيبته وأنه هو فهمها في حاجة في الجواز بتسهل الانتماج وأن كل واحد يتيح نفسه للآخر يعني إيه يتيح نفسه يعني يحاسس الآخر أنه جاهز أنه يندمج معاه جاهز أنه يكلمه عنه جاهز أنه هو يسمع منه رأيه فيه مش قصدي ينتقده لكن جاهز أنه هو يقوله أنت زعلان ليه كلمني عن نفسك جاهز بيتيح نفسه لده يقوله أنا عايزة أعود معاك أشكيلك عايزة أعود معاك أكلمك الإتاحة دي اللي بتعملها الزوجة مع والدتها وبتعملها الزوجة دي مع أختها أو مع صديقتها الإتاحة دي لازم تكون جاهزة أنها تعملها مع زوجة والزوج كمان الإتاحة اللي بيعملها مع أصحابه على القهوة أو أصحابه في أي مكان أو حتى أصحابه في العمل يبقى جاهز أنه يعمل كده الإتاحة دي مع زوجته لأن ده لأن الزوج والزوجة هو آمن شخص ممكن تعمل معاه الإتاحة دي وتمارسها الراجل لازم يكون للست عبارة عن باب مفتوح عشان تقدر تتيح في نفسها وهي مستورة لأن هو شخص هو أقرب الناس إليك مش عدوك وعشان كده هو أأمن الناس عشان تشوف في نفسك بأمان لا هيكزب عليك ولا هيستغلك هي الناس اللي بينهم جفوة ما بينفعوش لبعض سؤال بيجيه لكتير هو أحنا بقدر حصل بنا الجفوة دي يبقى أحنا كده خلاص انتهت القصة وخلاص احنا بعدنا عن بعض قوي قوي يقول لي احنا بعدنا عن بعض قوي 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 وهي تقول لي احنا بعدنا عن بعض قوي قوي أقول له بتكرهوا بعض يعني انتوا بتحسوا أن كل واحد فيكم اه اي جفوة ممكن تتردم اي خندق ممكن تجاوزه وانا بقول كده للناس بس احنا محتاجين نتعلم شوية مهارات واهم المهارات اللي احنا لازم اعملها عشان الجفوة دي تتسد تلت مهارات المهارة الأولى هي مهارة الامتنان الخاص ان انت تعمل امتنان للزوجة انت مش بتعمل امتنان لواحد معك في الشغل ولا بتعمل امتنان لحد عملك حاجة في الطريق انت بتعمل امتنان لحبيب لحبيبتك لشيء حياتك اكتر حد تسمع فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال وشقائق والرجال زوجتك واكتر حد تسمع فيه هذا المعنى هو زوجك استمتع بانه هو شقيقك استمتع بانه هو ملتحم معاك وعشان كده احنا لازم نفهم ده بشكل واضح يبقى احنا لازم نمتن وخاصة لو كانت الشخصية بقى مستقلة بيبقى غزاقها الامتنان ولذلك دي اول مهارة لازم نتعلمها لازم نتعلم مهارة الامتنان حد يقول لي مهارة الامتنان ايوة لان دي مهارة الامتنان مش انك انت تقول شكرا وبس لان الامتنان انت تقول لحد ان انت ممتنله يعني سعيد ووصل الفعل بتاعه الى مبتغاف قلبك فقربكم من بعض فبتقول له انا ممتننك لانك انت انت ادخلتني في مكان خاص في حياتك واسعدتني سعادة خاصة فالامتنان اللي انا بمتنه ليك ده ده بيفتح باب لعلاقة خاصة والخصوصية بيننا وبينك بيني وبينك يبقى دهوة الامتنان اول مهارة مهارة تانية مهارة الحوار لازم نتعلم الحوار اوقات كتيرة بيبقى الحوار هو الحل في مسألة الجفوة دي ان احنا نتكلم وساعات كده بنقول لهم فيه خمسية اللي هي خمسية التعارف لان الله سبحانه وتعالى خلقنا من ذكرنا انسى وجعلنا شعوبا وقبائلا عشان ايه عشان نتعارف ذكروا انسى يبقى ايه يبقى احنا ممكن نتعارف نتعارف ازاي بقى اول حاجة لازم كل واحد يعرف نفسه انا لازم اسيب شريك حياتي يعرف نفسه زي ما هو شايف نفسه وبعدين انا اتعرف عليه وبعد كده يحصل بيننا اعتراف ان كل واحد نتفق على ان انا معترف ليك بان انت طيبة وانت حريصة على بيتي وانت عفيفة وشريفة وانت نسانة لازم اعترف وهي كمان لازم تعترف بالمحاسن اللي فيه يبقى كل واحد يعرف نفسه والتاني يتعرف عليه وبعد كده نعترف وبعد كده يبقى بيننا معروف يعني ايه يبقى بيننا معروف بيننا منتجه من احسن ما فينا ايه دا؟ يعني الشيء المشتاكل اللي يطلع مننا هيكون شيء مهم جدا لما نتحاول ولازم التحاول دا بالثلاثية لانا دايما بقولها لكم لازم افهم شريك حياتي زي ما هو بالكلب مزي ما انا عايزه مزي ما انا فاهم مزي ما انا فاهم ولازم كمان ببساطة خالص اننا اتفهمه يعني اعرف دا وفعه وعمل كده ليه واذا حصل بيننا خلاف يبقى احنا لازم نعمل ايه؟ نصل الى مسألة التفاهم نصل الى قضية مشتركة تعالوا نتفق على ان الفريضة اللي مفروض ان احنا تكون في بيتنا كلنا هو الحوار لازم نتحاور وعشان كده فيش وقت حاجات كمان لازم نقولها اول اجراء عشان نخلص على الجفوة نصف ساعة كلام كل يوم اللي عندهم جفوة يكونوا رجالة زي ما بيقولوا يدخلوا في قولي تعالى من المؤمنين الرجال ونصدقوا مع عهد الله علي انتوا عقدتوا بعض لما تجوزتوا انتوا تعيشوا بالمواد دا والرحمة يبقى انتوا محتاجين ايه؟ محتاجين تمارسوا المواد دا والرحمة تعيشوا المواد دا والرحمة يبقى نصف ساعة مش خسارة في قلب لو انت كنت سبب في فرحته ربنا هيخليك في اعلى درجات الجنة ويفتح عليك ويباركلك في بيتك واسرتك لان اللي بيفتح قلب يشريك حياته على السعادة ربنا بيباركله في رزقه ويكمان يسعده يبقى نصف ساعة من الكلام عن المستقبل والسعادة حاجة تانية ودي حاجة مهمة جدا جدا لازم ندور على اعمال مشتركة نعملها مع بعض نقرأ كتاب نمشي مع بعض نعمل عمل خير مع بعض بس اهم حاجة لازم نعمل حاجة مع بعض والحاجة دي ما تبعدش عن اسبوع لازم نخرج مع بعض على الاقل مرة كل اسبوع نخرج مش لازم نتعشع عشان ما حاجة يقول لي انت عتكلفنا ليه لأ نخرج مع بعض حضرت النبي كان دايما السيدة عائشة تخرج معاها وتسافر معاها فلازم نخرج مع بعض مرة كل اسبوع على الاقل الحاجة التالتة لازم كل واحد فينا يمتن للاخر يمتن للاخر ايه؟ يبعث له اذا ما كانش قادر يمتن له مباشرة يبعث له رسائل يقول له انا بشكرك وبحمد ربنا على وجودك في حياتي انت وجودك في حياتي يا سد علي ابوه بشر كتير وحاجة تانية لابد ان احنا نعملها انا حاجة بسيطة خالص مفيش منع من المنغشة من الكلام اللي فيه دلال من الكلام اللي فيه حالة من حالات المحبة حالة من حالات بيان ان انا بحس ان انا في امان فاتدلل عليك واتدلل عليك كلام كده فيه دلع فالكلام ده مهم جدا جدا ونزاك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه؟ ينادي على السيدة عائشة يقول لها يا عائش فلابد ان احنا نعمل كده وفي الاخر خالص احنا لازم طول الوقت نكون مع بعض ومنسيبش ابدا اي حالة من حالات الجفوة تبتدي ولو ابتدت ما نستمرش فيها ولو ادمت نتخلص منها شيئا فشيئا الجفوة بتروح وتيجي السعادة ويجي التوافق وتيجي المحبة المحبة على فكرة بتزيد حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان الايمان يزيد وينقص والايمان محبة اذا المحبة بتزيد زي ما بتنقص الجفوة صحيح قلت محبة بس احنا لو عملنا الإجراءات اللي احنا قلناها دي هتزيد المحبة وما تصدقش اللي بيقولك ابعد حبة تزيد محبة قرب حبة الله سبحانه وتعالى يقزب في قلبك المحبة يا رب قربنا من بعض وابعد عنا الجفوة واجعلنا دايما من أهل النعمة واجعلنا دايما من أهل المحبة يا كريم يا ودود يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين